بمناسبة في عيد الظهور الإلهي احتفلت الكنيسة الأرمانية الأرثوذكسية في الأردن بصلاة في كنيسة القديس قرابت في موقع معمودية السيد المسيح في المغتص ترأس الصلاة نائب بطريارك الأرمن في الأردن قدس الأرشمندريت أفيديس أبريجيان بحضور عدد من أبناء الرعية الأرمنية في المملكة وبعد الصلاة توجه المؤمنون إلى مياه النهر حيث احتفلوا مع أبناء الأرمن القادمين من الأراضي الفلسطينية بعيد الميلادي والغتاص بألحان أرمنية مميزة حسب التقويم الأرماني وفي لقاء أجرته نيورسات مع راعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الأردن الأرشمندريت أبريجيان أشهد بما يقدمه الأردن ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة الموقع المغتص لهذا الموقع المقدس من رعاية واهتمام ولأبناء الرعية الأرمنية من تسهيلات في الإقامة والعمل وممارسة الشعائر الدينية كما قدم الشكرى لهيئة الموقع والأجهزة الأمنية لجهودهم المبدولة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد سلام ربنا المسيح نحييكم من هذا المحل المقدس المغتص سيدنا المسيح واليوم نحن احتفلنا طائفة الأرمن عيد الأغطاص وعيد الكريسمس مع بعض مع طائفة الأرمن القدس وطائفة الأرمن الموجودين ببلدنا العزيز العردن بعمان جينا اجتمعنا حوالي نهر العردن واحتفلنا ورطلنا وصلينا وحكينا الحمد لله أنه نحن اليوم أنه صرنا مع بعض كل سنة دايماً نهر العردن بجمع الجماعة القدس الأرمن الأرمن يلي موجودين بالدفة وطائفة الأرمن يلي موجودين ببلدنا العزيز العردن النار هو بيصير السبب أنه من طرفين بيجوا ونصلي ونعطي شكر طبعاً للرب الحمد لله أنه لهذه المناسبة أنه دايماً في موجود عنا والله بيعطينا وجلالة الملك بيعطينا كل السهولة أنه نتجمع حوالي النهر نصلي لجلالة الملك الله يعطيه صحة يحفظه ونشكر كمان لسمو أمير غازي ابن محمد أنه بيعطينا كل السهولة بيساعدنا وبيدعمنا بكل شغلات يلي نحن نترجى أو نطلب من مكتبه ومنه نشكر للكل لأهل الهشمية ونشكر لقوة للأمن يلي اليوم كان صار معنا وصعدنا بكل الشغلات وعطينا كل السهولة شكراً أولاً هذا يوم مبارك ويوم كتير بحنا من مبسط فيه من عشرين سنة هذه العادة الاحتفال بعيدة لإخصاص لكل الطواف بدأت طبعاً أول مرة بالألفين كانت ستة واحد سنة الألفين بحضور حوالي خمسة وثلاثين ألف حاج من أردن والدول الشقيقة القريبة منها ولكن هذه العادة استمرت إن شاء الله رح تستمر لأبد العابدين لأنه هذا موقع من أهم المواقع المسيحية بالعالم إذا لم يكن الأهم فاليوم الطائفة الأرمن الأرثوديكس عم يحتفل بأيدي الإخطاص هو صراحة هذا السادس احتفال عم تحصل السنة هاي لأن أولهم كانت بعشرة واحد للكناس الكاثوليكية بحضور حوالي خمسة ألاف حاج وسبعتاش واحد كان الطائفة الروم الأرثوديكس بحضور حوالي سبعة ألاف حاج بعدين تارت احتفالية السريان والأقباط والإثيوبيين قبل يومين وهي للأرمن اليوم تحصل فأكيد هودم بالنهاية موقع أمات سيدنا المسيح بداية المسيحية فهذا أحياء لهذا الدكرة الهامة التقاء الآب بن روح القدس عشانيك بنسميه يوم الظهور الإلهي فهنا أقفض بقع بالعالم والأقرب إلى السماء أرض مباركة مقدسة أرض أنبياء ورسل وقدسين لازم كمان ما ننسى نذكر أهمية الموقع للديانات الأخرى للإنسانية لأنه بالنهاية مبدأ صلواتنا ودعواتنا بالعالم كنا مسيحيين أو مسلمين هي بناء جسول محبة والسلام بين الإنسان فأهلا وسهلا فيكم بتشرفونا دائما أنتم فعلا النور بتشعوا للعالم من خلالكم إن شاء الله بنوصل له الرسائل المهمة جدا للإنسانية بناء الجسول محبة والسلام